نحن الآن في الجبهة الشرقية الشمالية حيث تتمركز قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه التبة المطلة على معسكر الأمن المركزي والقصر الجمهوري وأيضا العديد من المواقع التي تتمركز فيها قناصات ميليشيات الهوتي والصالحة الإنقلابية وهذه المواقع هي مواقع تتمركز فيها قناصات الميليشيات وأيضا بعض الأبنية تتواجد فيها العديد من الأسلحة التي قامت بتخزينها الميليشيات الانقلابية وتلاحظون تبة سوفتل حيث كانت تتمركز دبابات الميليشيات الانقلابية التي تقوم بقصف الأحياء السكنية وتم استهدافها بالأمس من قبل قوات طيران التحالف العربي وأيضا استهداف تبة السلال حيث تم تفجير تدمير المدفع الذي كان يتمركز هناك وبالتالي فإن استمرار الضربات الجوية لطيران التحالف العربي يسهل كثيرا ويساعد من تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أجل حسم معركة تعيز وتحرير هذه المدينة حمزة أمين قناة بلقيس من الجبهة الشرقية الشمالية لمحافظة تعيز